السلام عليكم بنات و مرحبا بكم معي في قناة شاف مالك نتمنى تكونوا بخير و على خير بغيت نشارك معكم هات الطباق اللي هو يعني كيجي لديل لديل المهم المقوين الاساسي نتاعه هو الكفتة لكن انا اضفت عليها واحد العنصر اللي هو هدي خليها تغرم و في نفس الوقت هدي يعطيها اللدة و كذلك هدي نستفدوا اكيد من القيمة الغدائية نتاعه هدي تشوفوا معي تبعوا الفيديو للاخر هنا اول حاجة باش نجهج لصوص كيف ما كتشوفوا انا درس ماطيشة مقطع هكا قطع صغيرة بها بالقشرة ضفت شوية زيت نباتية كيف ما غدي نضيف شوية دلملحة و شوية دليبزار و شوية دلزنجبيل غدي نزيد كذلك شوية نتاع القصبر و نقطع هكا رقيق و غدي نغطيع المقلة و نخليها تحت نار مهيلة حتى الترخة ديك ماطيشة و ترجع لنا بحل لصوص و مبعدها غدي ندوزوا باش نطحنوها هنا هدا هو المقوين اللي قدت لكم كان نضيفوه على الكفتة وهو الارز لكن غدي نضيفوه بطريقة مختلفة انا اخديت تقريبا كاسن تاع العنبان تاع الارز بدك اللي كيدير عشرة درهم الكيلو فهدك نعرفوه بالليمين كيتسلق ما كيتعجنش سلقتو شوية دلماء اللي تقريب نزوش كيسان و نص سنتع العنباء و درت معهم شوية الملحة و شوية إبزار و شوية زنجبيل حتى تسلق و بعدها حطيتو هكا حتى برد و هنتو ما كتشوفو معايا كانت تطحنوه فبهكا ما غدي شي يظهر لنا باللي درنا في ديك الكفتة الارز و غادي اكيد اكيد نستفدو من القيمة الغدائية نتاعوه و كذلك غادي يخلينا الكفتة نتاعنا تغرمها في الكمية كتشوفو معايا بعد ما طحنتو فانا غادي ندوز دابا للناحية الثانية هندي هنا تقريبا كيلو اللاروبع كفتة شوية لوكسبر هكا مقطع رقيق و واحد مص بصلاق محكوكا ازت معهم هاد للروز تقريبا كاس نتاع العنبادرت كاس روز مطحون و غادي ندير العطرياء اللي هي معروفة اكيد شوية ابزار الزنجبيل الملح حسب الدوق و واحد ثلث معالق هكا ولا زوج معالق انتاع زيت نباتية لان انا اختاريت هنا تحنت الكفتة غيلها برا ما درتش داسم فيها فبغيت شوية باش تجينا شوية من الدماء سوف نحاول انني نمزج مزيان بين العناصر اللي عندنا و ذاك الارز نمزجه مزيان مزيان مع الكفتة باش ما يبقاش باين لنا كيف ما كتشوفوا معايا فكتجي لديدة لديدة نتمنى انكم تجربوها هكا حتي لكانت عندكم الكفتة غي كيمية قليلة فتقدروا تضيفوا هاد الارز بها يخلي لكم يعني يعطيكم واحدة لقونتتين اللي هي مزيانة هنا اضفت الكامون كنت نسيت مادرتوش في اللول فاضفت الكامون كذلك للصوص متاعي كتشوفوا فيها هكا دبالت ونزلت سافي جبت واحد البيركس هكا ودهنتو بالزيت دهنتو حتى الجوانب وغنبقى نقور في ديك الكفتة عادي ونحطها في البيركس فانا كيف ما شفتوا معايا حطا هكا واحد الزيتون شوية قونتتين تع الزيتون خضر فبغيت نحشيها هكا بالزيتون كيف ما حطا واحد لقونتتين صغيرا تع الفروماج الفروماج هكا كرابي فانا غدي نحشي بحال مثل ندير حبة محشية بالفروماج وحبة محشية هكا بالزيتون أخضر فهدا اختياري اكيد سافي غدي نستمر على هالطريقة حتى نسالي الكيميا اللي عندي انتها الكفتة هنا يا مطيش انتعي صفيرة هطابط دست باش هكا نطحنها وهكا غدي نكون ستحتها بالقشرة انتاحها اليوم نعرفو مطيش انتع اليوم يعني ما شيدك الحمرة فالونها كيكون شوية بهت المهم غدي تشوفو معي ما ينطحنها غدي يكون لون بحالي ميل ماشي حمار غدي يكون شوية بحالي أورانج لحقش المهم ما تشا نتع الموسم هكا كديرا فانا هنا ينبعد ما تحنتها انتو ما شوفوا اللون تحكي داير وانا بغتو جيني حمار هكا فانسي فغدي نزيد يائما انتو ما تزيدوا التحميرا او لا بحالي انا زيت جوية مطيش هد الحق كانت عندي فادرت تقريبا واحد المعين قو نص انتع مطيش هد الحق واحد شوية انتع الهريسة بغيت شوية الحار انتع هايبان صافي غدي نخلط مزيان وانتو ما كيف ما قلت ليكم لما بغيتوش تستعملوا مطيش هد الحق فما عليكم غيت زيدوا شوية انتع التحميرا باش تعطي هاللون هكا يكون زوين احنا يا جبت الفوة باش نخلط داك شي مزيان وغدي نضيف واحد شوية انتع الماء واحد نص كاس ما تقريبا غي باش ديك مطيش ها ترجع لنا هاكا سائلة بغيت لصوص تكون كتيرا صافي هاد شي مكان وهي دجارها خاطرة هدي نرجح المقلاء باش مليت بيركس انتعنا ندخله الفران ويطيب غدي نخرجو وفي ديك الوقتان زيد عليه لصوص نصخنا انا هنا يا من قوة الكفتاء جاني بقي الفراغات ما تعمر ليش مزيان داك البييركس وقلت علش الله ما نضيف شوية انتع البطاطا هكا مسلوقة قطعت هاك ما كتشوفه رونديلات ودرت هاكا تسلق مع شوية ابزار و شوية مليحة صافيت سلقتها تقريبا نص سلقة فغدي ندير بين كل قورة غدي ندير تقريبا هاكا واحدة الرونديلة سلقت البطاطا و هاكا تجي رائعة اكيد يعني مع مطيشا فاكا تجي زوينه الصراحة انا ديجا كنت كان ندير واحدة سلطة انني نسلق البطاطا مكعبات ثم بعدها نخويع ليها لصوص متع مطيشا فكانت جي رائعة رائعة المهم هاكا كيف ما شفتم معيا غدي ندخل هذا بالفران بعد ما طابت في الفران عاني خرجتها باش نقبع لي هاديك لصوص اللي هي طايبة واجدة مع ليها غيت هاكا باش تنساجم للدمع مع الكفتا كذلك تدخل هاكا فوسطها سافي هادشي مكان كان بقي لي واحدة شوية متاع القروماش فأنا دردرتو هاكا من الفوق اختياري اكيد هادك وإلا كان عندكم بكمية كبيرة تقدروا تديروتاها كمية كبيرة أنا كان عندي هنا يغي شوية درتو هاكا سافي وغادي نرجح لفران واحد الخمسة دقايق باش دكشي يسخن هاكا مع بعضياتو تنساجم للدمع فهدرت شوية ليفخيت ومع المايونيز وذيك ليفخيت تأكيد غلد دراري وهنا هي حليت لكم واحدة هاو شوية الفروماش كيبان وهنا هي هاد الزيتونة سافي هادا مكان فوجبة رائعة رائعة وكانت يعني الاسطيس انه ذاك الارز تقدروا تطحنوه ولكن مشي اي ارز الارز ذاك انت عشرة درهم الكيلو هادا كيكون يعني جامع رضي